السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتونا مع مامي كيتشنيتا بنجيلكم بكل جديد وكل صعب نخليه سهل علينا وعليكم النهاردة مع الكوردون بلو المميز بشرايح لحمة الاستيك ينفع للناس اللي عاملة دايت والناس اللي مش عاملة دايت حبة مكونات يدوب هم اربع مكونات هنعمل بيهم وجبة غالية جدا في كل المطعم طبعا احتاج عندي لحمة استيك وتكون انا خبط عليها ومرققها ما بين كسين بلاستيك مدقوقة كويس كل ما تبقى رؤية او مدقوقة كويس كل ما هتدي نتيجة اسهل واسرع وطعم احلى واحلى انا بتابلها بمونة بصل وفلفل وبعينها في الفريزر جاهزة يدوب قبل الاستخدام بساعتين لتلاتة اطلعها تبقى فكت كده خالص زي ما انتم شايفين اضيف عليها بهراتي بصل بودرة وتوم بودرة وسبع بهرات بتوع اللحمة وحبة ملح وحبة فلفل دي كل البهرات اللي انا محتاجها وطبعا بحتاج طعم مدخن فيها فلا اما هستخدم لانشون فراخ مدخنة او هستخدم عندي تركي مدخن وطبعا جبنة شدر اي نوع جبنة على فكرة لو ما عندكمش جبنة شدر عندي جبنة متزرلة شغال اي نوع جبنة تكون بتسيح هستخدمها جوا لتالك ان انا ساعات كامل ممكن استدم الجبنة المثلسات عادي جدا يعني اي نوع جبنة من الجبن اللي هي بتقدر تسيح هستخدمها دلوقتي بقى انا هبدأ افرت كده اللحمة بتاعتي وانزل بالبهرات بتاعتي عليها وابدأ ادعاكها كويس قوي علشان تبقى اللحمة شربة البهار بتاعها وتبقى عاملة زي طبقة رفاية كده بتبقى طعمها حلو جدا 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 جوا اللحمة لما تستوي اتأكد ان ما فيش اجزاء من البهارات مكتلة او اجزاء من اللحمة ما وصلهاش البهار بتاعي ممكن في المرحلة ديه احط معلقتين من الزيت علشان يسهل موضوع ان البهار يختلط كويس قوي باللحمة الستيك دعاكوا يا جماعة كويس كل ما تدعك كويس كل ما تطلع نتيجة معاية احسن واحسن هنفرد بقى قطع من اللحمة الستيك وهجيب شريحة من شريح الجبنة التشيدر او زي ما اتفقنا اي نوع جبنة موجودة عندي هعطي طبقة رفاية احاول بقدر امكان ان اخلي الجبنة التشيدر تبقى جوا اللحمة واندي اتفقنا ان انا هستخدم اي نوع لانشون مدخن عندي تركي مدخن او فراخ مدخنة او حتى لو لحمة لانشون لحمة مدخن مفيش مشكلة اللي هو البيف طيب انا سمع ناس كده من بعيد بتقولي طب انا ما عنديش يا جماعة حاجة مدخنة عندي لانشون عادي هينفع لا مش هينفع بص هو هينفع بس مش هيديك نفس الطعم طب الحال البديل ايه ان هاخد شوية لانشون موجودين عندي اجيب فحمة اولع الفحمة دي على البوتاجاز احطها في فويل وانزل عليها بعد ما تولع انزل عليها بنقطتين من الزيت احط جنبها اللانشون بس طبعا مش فوق الفحمة جنبها احط جنبها اللانشون واغطي عليهم باي غطأ او احطهم في اي حل كده واغطي بالغطأ مفيش سبيها بس عشر تقايق لربع ساعة هتلاقم اللانشون اخد الطعم المدخن وبقى رائع قمة فرعا واحلى كمان من اللانشون المدخن اللي بنجيبه من بره انا وردكو اول واحدة لفينها كويس قوي هندخل الجبنة لجواها ودي تاني واحدة هيت بعملها لكم هدخل الجبنة كويس جواها هبدأ احط اللانشون بتاعي وهبدأ الف كده من جوه البره كويس قوي اه واتأكد ان هي محكمة اللف يعني الفها ايه جامد واجي بالخشب اللي هو خل السنان وابدأ اقفل بيه بس كده ايه من الجبن هقولكو وقت التسوية ان فيه تريك كده لازم بعملها لو انا ما عنديش خلة سنان انا ساعة ما ببقاش عندي خلة سنان وعادي بعملها من غير خالص اي حاجة من غير مقفلها بحاجة وبتطلع تمام وما بتفكش طبعا الكردنبلو اه الاصلي ان انا بعد ما بخلص المرحلة بتاعتي بتاعة الحشوة دي بحطه في دقيق وطبقة دقيق طبقة بيض طبقة بقصومات او اللي هي فوتاة الخبز بس انا احنا يعني اتفق ان احنا طالعين بقى من رمضان عايزين نعمل دايت يا جماعة فاحنا هنشتغل المرة دي نحاول نقلل السعرات الحرية بقدر امكان زي ما انتشايفين شايفين بقت مسكها بعضها ازاي لو احنا هنعملها بالبيض والبقصومات انصحكم تحطوها في التلاجة شوية بعد ما تلفوها بالبيض والبقصومات عشان تمسك بعضها كويس ويبقى سهل اني استخدمها انا هنا عندي حل من اتنين لا اما هحط معلقتين من الزيت فوقيها ويعني زي ما بيقولوا عندنا في نصة كده رقروق مية يعني اقل من نص كوباية من المية وهغطي عليها بفايل وحطها في الفرن وبعدين في الاخر هشيل الفايل واحمرها من فوق اواسبها هي هتحمره في الفرن متاعي انا هنا هستخدم اليوم معاكم الالاية الهوائية عايز اقولكم ان الالاية الهوائية تسويتها في اللحوم والفراخ رائعة فوق الوصف فوق ما تتخيلوا يعني انا صراحة ما كنتش متخيلة ان هي هتسوي اللحمة وتبقى طرية قوي وما تبقاش نشفة هنجيب عندي الالاية الهوائية مش هحط فيها اي حاجة زي ما اتفقنا اننا ممكن بس احط معلقتين من الزيت اهم زي ما انتم شايفين المعلقتين دول بس هيخلهم اللون بتاع اللحمة كلها ياخد لون جميل جدا 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 والنتيجة النهائية هتعجبكم ان شاء الله سواء اذا كان في الفرن او في الالاية الهوائية هحط نفس معلقتين الزيت دول وانا بشيل بقى واحدة واحدة احطها في الصينية بتاعتي احاول اقلبها في نقطتين الزيت اللي انا حطتهم دلوقتي انا هرصوم كلهم جما بعض زي ما اتفقنا لو هنعملها في الفرن خلاص مش هبقى محتاجة اني اعمل اي حاجة تاني هشغل الفرن يبقى متسخن من قبلها درجة حرارة عالية علشان اللحمة ما تفوتش مني او تبقى مفتلة درجة حرارة الفرن اللي لازم تبقى عالية هحط في الفرن اللي في النص الرف اللي في النص وبعد حوالي نص ساعة هشيل الفويل من على الصينية بتاعتي واسبها تعود لها حوالي نص ساعة كمان يعني تقريبا هتاخد لها حوالي ساعة في الفرن بس انا نصها الاولنية سخن فرن سخن بعد كده بوطي الفرن شوية عشان لو في حاجة في اللحمة ما استوتش قوي او كانت تخينة شوية تستوي بالراحة وتبقى طريا من جوه ما تبقى ايش نشفة لقيتها ما اخدتش لون من فوق هفتح عليها شوية من فوق وديها اللون بتاعها عندي قلية هوائية وفيها شوية من فوق وبتسوي من تحت خلاص تبقى انا مش هحتاج اي حاجة حط معلقتين بس من الزيت وارصها زي ما انتو شايفين كده وهزبط الالة الهوائية بالضبط على ربع ساعة هتكون خلاصتها وطلعتها جميلة وهي بتسوي نفسها لان بتنزل المية والسوايل اللي فيها زي ما انتو شايفين في الصورة اللي قبل كده وبعدها بنطلعها وبنقدمها في اطباق ويممكن نحط عليها سوس الباربيكيو بيبقى رائع وتحفى جدا جدا معها اتمنى طبعا تتجربوا الوصفة بتاعتنا تتواصلوا معنا اللي عنده اي استفسار في اي حاجة او عنده طلب مخصوص يبعت لنا تتواصلوا معنا على فيسبوك على الانستجرام على التويتر وكمان على التيك توك اللي ما عملناش طبعا زي ما نقول كل مرة لايك وسبسكرايب اعملنا لايك وسبسكرايب ويفعل الجرس ويشير لكل الفيديوهات عشان يوصلكم مننا ان شاء الله ولكل الناس كل جديد وزي ما بنقول كل مرة استمتعوا